موسيقى قال نقبيون وشهود عيان من محافظة سيدي بوزيد جنوب تونس ان مواجهات المحتجين مع قوات الامن ما تزال مستمرة اليوم وانها امتدت الى مدينة مكناسيا المجاورة واضفوا ان الشرطة التونسية فضت اليوم بالقوة مسيرة نظمها اهالي المنطقة وكان الميات قد احتشدوا منذ يومين وسط المدينة وعبروا عن غضبهم بعد ان اقدم شاب عاطل من اصحاب الشهادات العليا على احرق نفسه امام مبنى الشرطة بمصادرة بضاعة كان يبيعها على الطريق وما يزال المحتجون يطالبون باطلاق سراح بقية المعتقلين بعد ان افرجت السلطات على خمسة منهم يوم امس وتظهر صور المعروضة على صفحات شبكة فيسبوك ويوتيوب الميات امام مباني حكومية يحتاجون ايضا على تفاقم البطالة وما يعتبرونه تهميشا وانعداما للتكافؤ في فرص التنمية بالبلاد معنا من تونس ومن مدينة سيدي بوزيد ناصر الظاهر عضو نقابة التعليم الاساسي سيد ناصر ما الذي جرى اليوم هل لك ان تنقل لنا الصورة تجددت من جديد الاشتباكات وبعنف شديد في احياء مدينة سيدي بوزيد وفي اهم شوارعها حيث كانت المدينة محاصرة بل معسكرة بمختلف انواع تشكيلات الامن التي توافدت على المدينة وباعداد غفيرة جدا هذه الاشتباكات بين الشباب الغاضب على خلفية اقدام الشاب محمد البوعزيزي على محاولة الانتحار والمحمد البوعزيزي هو في الواقع القطرة التي افاضت الكأس ونفضت الغبار على مشاكل مزمنة تعانيها الجهة مشاكل الجهة التي نختزلها بشكل بسيط هي مشاكل التنمية ومشاكل التشغيل حيث تتميز سيدي بوزيد او ولاية سيدي بوزيد باعلى نسبة من البطالة في حاملية شهادات الجامعية وباقل نسبة من الموارد الوطنية في حظها من التنمية سيد ناصر الظاهري هل تم وجود او هناك اي تأثير نقابي لهذه التحركات او مؤسسات المجتمع المدني ام هي بقيت عفوية هكذا في الواقع هذه الاحتجاجات كانت عفوية وكانت رد فعل طبيعي ورد فعل تضامني وشعور بالاحتقان وشعور بالظيم وشعور بالقهر وشعور بالغبن في هذه الربوع منذ سنوات طويلة لا احد في الحقيقة نظم لها او خطط لها او اطرها انطلقت بشكل عفوي رغم ان هذه المشاكل نعم دعني اسأل الان عن ما بذلته السلطة الاحتجاجات تستمر لمدة ثلاثة ايام باستثناء او فضلا عن التعامل الامني مع الموضوع هل تمت الدعوة لاجتماعات بمسؤولية الجهة بالمواطنين او ما شابه في الواقع الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد شهد عديد الاجتماعات حيث توافد النقبيون من مختلف الجهات والعلم ان الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد معية المركزية النقبية قد ادروا دراسة معمقة حول التنمية في سيدي بوزيد المشاكل والافاق وحذروا من هذا الانفجار منذ سنوات وقد خرجت في ذلك دراسة علمية اكاديمية مقتلحة الحلول ووضعة الاسبع على الداء ولكن للأسف السورة لم تعر اهتماما لهذا الوضع النقبيون في سيدي بوزيد ما لم يتضامنوا مع هذه الحركة نكتفي بهذا القدر من شهادتك على مجرى شكرا لك ناصر الظاهري عضو نقابة التعليم الاساسي حدثنا من سيدي بوزيد للتعليق على الموضوع أيضا معنا في الستوديو الكاتب الصحفي جلال ورغي المتخصص في شؤون شمال افريقيا جلال أنت كتونسي ومتابع للوضع مما تشكو هذه المحافظة نعلم جميعا هناك تجارب رائدة في التضامن في تونس صندوق 2626 بنك التضامن هناك حرص حتى في الخطاب الرسمي على إشاعة ثقافة التعاون والتأذر ما الذي يجري إذن؟ لابد من التأكيد أن تونس في الحقيقة في محيطها الأقليمي حققت تنمية اقتصادية معقولة بالمقارنة مع محيطها الأقليمي ولكن هذه التنمية الاقتصادية غير متوازنة ومصحوبة بحيف اجتماعي وتهميش اجتماعي لبعض المحافظات منها ولاية سيد بوزيدا التي حدثت في هذه الأحداث الأخيرة حيث أقدم الشاب في مقتبل العمر على حرق نفسه احتجاجا على الأوضاع الاجتماعي التي يعيشه حيث أنه حرم من العمل بعربة متنقلة يبيع فيها رغم أنه حصل على شهادة جميع العليا إلا أن الجهات المسؤولة هناك في المحافظة افتكوا هذه العربة وحاول الاتصال بمحافظة الجهة فرفض محافظة الجهة مقابلت تحليل الظاهرة إذن هذه الأحداث في الحقيقة وسبقتها أحداث أخرى أيضا شبيهة أحرق بعض الشبان أنفسهم احتجاجا على أوضاع الاجتماعية أقول لأن هذه الأزمة سببها التهميش الاجتماعي الذي تشكوه محافظات داخلية في الشمال الغربي والوسط والذي يشكو منه حتى الأهالي والنقبيون الذين تحدثنا إليهم اليوم نعم هو في الحقيقة غياب التنمية الاقتصادية في هذه المناطق الداخلية في مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي هناك تهميش اجتماعي حقيقي وهناك عدم مبالاة تقصد مشاريع مواطن شغل نعم حيث تبلغ نسبة البطالة في هذه المناطق أكثر من 40 و50% بينما في مناطق أخرى مثل الساحل تجد البطالة لا تزيد على 10% بينما في هذه المناطق الداخلية تصل البطالة إلى 40 و50% لكن أيضا نسبة النمو في تونس عصد عفوا أنت تراوح ما بين 4 و5 هل أنه توزيع الثروة وعائدات النمو والتنمية غير عادل؟ نعم هذا الذي أكدت عليه من البداية هناك تنمى اقتصادية فعلا هناك نمو اقتصادي معقول ولكن هناك غياب في العدالة في توزيع هذه التنمية الاقتصادية على الجهات تصور أنه خلال السنوات الماضية بين 2007 و2010 ثلاثة مرات هناك نزوح جماعي من هذه المناطق الداخلية باتجاه الجزائر يعني عائلات وعروش بأسرها تنزح نحو الجزائر وترفع العالم الجزائري طلبا هل هذا يعني أو أنك ترجح احتمالية استمرار وامتداد هذه التظاهرة وقد ذكر من تحدثنا إليه أنها بلغت من مدينة المكناسي نعم أنا أقول أنه لأنه التنمية الاقتصادية على الأقل إذا كانت هناك عدم تنمية اقتصادية معقولة وعدم توازن في الجهات وهناك تهميش الاجتماعي لا يجب أن يصحبه أيضا انغلاق هناك انغلاق فضاءات التعبير حتى المواطنين والفئات التي تشكو من الحرمان وتشكو من التهميش ليس هناك فضاءات للتعبير ليس هناك وسائط بينها وبين الدولة حتى تنقل هموم هذه الفئات إلى الدولة وشكويها إلى الدولة بل هناك تهميش اجتماعي فقط مسحوب قمع وغيابة الحرية تونس بلا موارد نفطية أو تسجل ارتفاع من سنة إلى أخرى أسألك هنا عن ما تطمح إليه تونس الآن أن تنال مرتبط الشريك الاقتصادي المتقدم على الاتحاد الأوروبي هل هذا سيؤثر؟ الحقيقة هذا سيؤثر خاصة أنه مسحوب بانغلاق سياسي وإعلامي تصور أنه مثلا أنتم نقلتم صور من اليوتيوب ومن الفيسبوك لم تستطيع ليس هناك مراسل لكم ولا لغيركم من القنوات هذا الدليل على الانغلاق تونس تسعى إلى أن تكون شريك متميز مع الاتحاد الأوروبي وهي تواصل انغلاق سياسي وانغلاق إعلامي وهناك تضييق على الحريات مصحوب أيضا بتهميش اجتماعي لكثير من المناطق وهناك عدم توازن في توزيع الثروة بين المناطق التونسية المختلفة الكاتب الصحو في جلال الورغي المتخصص في شؤون شمال أفريقية تحدثت لنا هنا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جميل لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر